إذن أصدقاء قناة أنا المحترف بعد قمنا بالتصميم حان الوقت لنشر ذلك التصميم لنشره على منصة Redbubble إذن تقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك ثم تقوم بالضغط على Account أو هذا اللوغو الموجود هنا ثم تلغط على Say New Art ثم بعد ذلك تلغط على Add New Work Add New Work ثم Upload New Work ثم تقوم بتحميل التصميم الذي تريد نشره مثلا سأقوم بنشر هذا التصميم هنا الموقع يطلب منك أن تقوم بإدخال أولا هو Title ثم بعد ذلك Tags يعني Keywords يعني الكلمات المفتاحية ثم Description هذا ما سنقوم به بنسبة للكلمات المفتاحية هو أننا سنقوم بالدخول إلى Redbubble ثم سأقوم بالبحث عن الكلمات المفتاحية التي استخدمها المنافسون مباشرة سأقوم بوضع ذلك البنوان هنا ثم أقوم بالبحث ثم أأتي إلى هنا وأقوم باختيار Best Salon إذن سأقوم باختيار هذا أم هذا ثم أقوم بالدخول هذا بالنسبة للعنوان سأضيف نفس العنوان هنا سأضيف هذا العنوان هنا يعني Title ثم أقوم بالنزول إلى الأسفل وستجد هنا مجموعة من الكيورد وهنا الكيورد الخاصة بStickers ثم هنا الخاصة بجميع المنتجات ثم منتجات أخرى سأقوم باختيار هذا الخيار لكن ستلاحظون أنه عندما أقوم ب أريد أن أقوم بنسخة هذه الكلمات لا يتم النسخة وبالتالي فيجب تنزيل أحد الأذوات Extention هذه الأكستانسيوم تقوم باختيار الخيار الأول ثم تلغط على Add to Chrome أو تقوم بإضافة في المتصفح الخاص بك بعد ذلك تقوم بالعودة إلى ذلك المنفس ثم تضغط على Refresh ثم أقوم بالنسخة كما تلاحظون الآن يتم النسخة أضغط على Copy الجانب الأيمان ثم Copy أو Ctrl-C مباشرة بعد ذلك أقوم بالذهب إلى هذا الموقع DLM DLM.co هذا الموقع لترتيب الكلمات المفتاحية سأنتظر هنا قليلا حتى يقوم بالدخول إلى الموقع إذن هذا الموقع ثم أقوم بالضغط على Ctrl-V وسيتم وضع الكلمات هنا بعد ذلك أضغط هنا أقوم باختيار فاصلة ثم أضغط على هذا الخيار بعد ذلك أضغط على Select ثم أقوم بCopy ثم أأتي إلى Tuts وأقوم بوضع ذلك الكلمات وتلك الكلمات المفتاحية هنا بهذه الطريقة كما تلاحظون وهنا ممكن أن أقوم بوضع كلمات مفتاحية أخرى بنفس الطريقة تقوم بالتجسس على المنافسين ثم تقوم بوضع الكلمات المفتاحية الخاصة التي لها علاقة بالنش وهناك مواقع أخرى سأشرحها إن شاء الله في القادم سأشرح هذه المواقع التي أستغلها في إن شاء الكلمات المفتاحية القوية بنسبة ل Description وهو الوصف بالنسبة للوصف من الأفضل أن تقوم بكتابته بشكل يدوي وتقوم بإدخال بعض الكلمات المفتاحية التي لها علاقة بالنش إخواني أخواتي لقد وقع لي مشكل تقني وقمت بإيقاف مؤقتا وأنا الآن أواصل معكم بعد حل المشكلة إذن كما قلت بالنسبة للوصف حبذا لو قمتم بكتابته بأنفسكم دون الحاجة إلى أي جهة أو موقع آخر إذا كنت تتقن اللغة الإنجليزية قم بكتابته هنا بكل سهولة إذا لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية قم بذهاب إلى Google Tradition وقم بكتابة بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مثلا أنا هنا كتبت هدية رائعة لمحبي الحشرات والخنافسة إذن هنا قمت بكتابة كلمتين مفتاحياتين ثم هدية الأصدقاء وأفراد العائلة وعشاق الحشرات هنا الكلمة المفتاحية الثالثة التي سأضيفها هنا بعد ذلك أضغط على كوبي ثم أقوم بالعودة وهنا أضيف تلك الوصف بعد ذلك سأقوم بتغييرات الكلمة سأقوم بتغييرات الكلمة سأكتب هنا بيتل وهو الخنافسة بيتل ولكي لا يكون لدي تكرار في هذه العبارة سأقوم أو سأتركها وممكن أن أضيف شيء آخر إذا أردت مثلا أن تبحث عن كلمات مفتاحية أخرى تقوم بالذهاب مباشرة إلى بيكسابايل بيكسابايل ثم تقوم بإدخال الكلمة وكأنني أبحث عن شيء معين مثلا سأبحث عن الكلمة بيتل وهي الخنافسة يعني النيش الذي أشتغل فيه الآن ثم مباشرة عندما أقوم بوضع الموس فوق الصورة تظهر للكلمات المفتاحية كما تلاحظ هذه مجموعة من الكلمات هذه كلمة مفتاحية كلمة مفتاحية أيضا أيضا كلمة مفتاحية تنقم بإضافة الكلمات المفتاحية هذه أيضا كلمة مفتاحية ف Kazoo تقوم بناس أي كلمة مفتاحية لها علاقة بالنيش واقوم بإضافتها هنا في تنز وقم بإضافتها في جملة قم بجملة مفيدة في الوصف ويعني حاول الإدماج بين الكلمات المفتاحية والجملة بقي لنا شيء مهم وهو وضع المنتوج ووضع التصميم على الصورة مثلا إذا قمت باختيار إني بلد إذا ظهرت معك هكذا وإذا أردت أن تقوم بإحفاء هذا المنتوج لا تريد أن يظهر في RedBubble مثلا هذا التصميم لا تريد أن يظهر على RedBubble تضغط مرة واحدة ويظهر Display على هذا الشكل أنا أريد هذا المنتوج يظهر على RedBubble أقوم باختيار هذا الخيار ثم أأتي إلى إيديته وأقوم ببعض التعديلات مثلا هنا ممكن أن أقوم بتغيير هذا التصميم هنا أن أقوم بتغيير لون تي شورت وهنا أقوم بتصغير لبرودات أو للتصميم كما تلاحظون وهنا أضف في الوسط أضغط مرة واحدة ومرة واحدة ثم أضغط على أبل أيضا هذا التصميم ممكن أن أترأ عليه بعض التعديلات ممكن مثلا أن أقوم بإضافته في الوسط وأقوم بتكبيره أو تصغيره كما تلاحظون تكبير وتصغير هنا أقوم بإضافته في الوسط بهذه الطريقة وأقوم بتكبير وأتصغير هنا لون التي شورت أقوم باختيار اللون هنا يعني الظهر هنا الظهر للتي شورت أو في مقدمة التي شورت أين تريد أن يظهر هذا المنتوج ثم أبلي وتقوم بتعديلات على هذه المنتوجات مثلا هذا المنتوج لا أريده أن يظهر فيه التصميم الخاص به أضغط على أقوم بتفعيل خيار ديزاك تيفي هذا التصميم أيضا لا أريده مثلا أريد إظهار هذا المنتوج أقوم ببعض التعديلات مثلا أقوم بتصغير المنتوج وهنا pattern أقوم باختيار مثلا الخيار هذا الخيار هنا تظهر بشكل عشوائي وهنا إذا قمت باختيار هذا الخيار تظهر بشكل مورتب سأقوم باختياري بشكل عشوائي وهنا لون background ثلاثا أقوم باختيار لون background مثلا لون الأسود green ثم apply change وأيضا تقوم بالتعديل على النتجات الأخرى هذا لا أريده مثلا هذا أيضا لا أريده sticker دائما استشغل على stickers فهو يباع بشكل رهيب stickers اشتغل على stickers وممكن أن تقوم بإضافة صورة أخرى يعني تقوم بتغيير الصورة أيضا بالنسبة لغضاء الهاتف تقوم بالتعديل عليه أيضا بهذه الطريقة أو تقوم باختيار باتيغ بهذه الطريقة وتقوم باختيار اللون مثلا اللون الأحمر أو اللون الأسود باتيغ أختار العشوائي ثم أبلي أيضا المنتجات الأخرى مثلا هذا المنتج لا أريده هذا سأتركه هكذا أيضا هذا المنتج سأتركه كما يبدو لا أريد هذا المنتج مثلا هنا سأقوم بالتعديل على الضوغمات سأختار هنا باتيغ مثلا وعشوائي وأقوم بالتصغير يأتي الطريقة مثلا ثم أقلي إذن أقوم بالتعديل على جميع المنتجات الموجودة هنا مثلا هذا لا أريد التصميم الخاص بي أن يظهر على هذه المنتجات هذا المنتج أيضا هذا المنتج أريد أن يظهر عليه التصميم الخاص بي هذا أيضا أريد أن يظهر التصميم الخاص بي سأقوم بتصغيره وإضافته في الوسط ثم أقوم بأبلي بأيدي الطريقة هذا التصميم لا أريده مثلا تقوم باختيار Displayed أو Disactivate هذا أيضا لا أريد لن تقوم باختيار التصميم مثلا هذا أيضا لا أريد كذلك لن تقوم بالتعديل أنا لا أريد أن أقوم لا أريد إطالة عليكم الفيديو لذلك أقوم بتسريعات أقوم بالشرح بسرعة هنا مثلا سأقوم باختيار Pattern وأقوم باختيار هذا الخيار ثم أقوم بالتصغير ثم أقوم بإطالة ثم أقوم بالتصغير بعد ذلك هنا أقوم باختيار ميديا أختار خيارين مثلا سأختار Illustration ودرائز إلى غير ذلك هنا من الأفضل أن أقوم باختيار الخيار الأخير لكي الموقع RedPubble هو الذي يقوم باختيار المنتوج الذي سيظهر عليه الذي سيظهر في الذي سيظهر في البحث هنا أقوم باختيار هذا الخيار كي يظهر للجميع ثم هنا أقوم باختيار Yes وهنا I have يعني توافق على جميع الشروط أو لديك الحقوق لازمة لهذا لهذا التصميم ثم Save Work إذن بهذه الطريقة قد تكون قد أضفت المنتوج الأول الخاص بك كما تلاحظون وشاهد معي كيف يبدو المنتوج أو التصميم الخاص بك عبر عبر جميع المنتوجات التي قمت باختيارها ابقى معي حتى ترى ذلك إذن كما تلاحظون هنا الآن التصميم الخاص بجاهز للبيع سأنتظر حتى تظهر جميع التصميمات ربما لدي مشكل في الاتصال بالأنترنت إذن كما تلاحظون هذه المنتوجات التي تظهر أمامنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كما تلاحظون الآن التصميم الخاص بجاهز للبيع وعند نزل للأسفل ستجد هنا الكلمات المفتاحية وهنا الوصف وهنا عنوان ثم ستجد التصميمات أو المنتوجات التي يظهر عليها التصميم الخاص بشاهد كيف يبدو وهنا إذا ضغطت هنا ممكن أن تقوم بتحميل الصورة أو view product مثلا سأقوم ب view لأي product مثلا مثلا سأقوم بview لهذا الproduct view production إذن هذا هو التصميم شاهد يعني الزبون هكذا يبدو له التصميم لهذه الطريقة عندما يقوم الزبون الزبون بالدخول إلى هنا يظهر معه التصميم بهذه الطريقة إخواني أخواتي بالنسبة للترويج للمنتوجات بالنسبة للترويج للمنتوج قم بإختيار أي تصميم من هنا مثلا 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 تريد ترويج هذا التصميم فقط تأتي إلى هنا ووضع copy link ثم تقوم بالترويج إما عبر facebook مثلا أو pinterest وممكن أن تقوم بالترويج للصفحة أو الكونت أو الحساب الخاص بك فقط تضغط مرة تقوم بالدخول للحساب ثم تقوم بنسخ هذا الرابط وتقوم بوضعه إما في facebook أو في pinterest للترويج الحساب الخاص بك إذن بهذه الشروحات التي شرحتها لكم في هذا الفيديو أتمنى لكم التوفيق التوفيق